السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نظمت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس ندوة حول ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع يناير 2018 وقد نقش المشاركون في الندوة الخصائص الرئيسية لضريبة القيمة المضافة هو أحدث تطورات تطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي والالتزامات المفروضة والمستندات المطلوبة إضافة إلى الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتنفيذ الضريبة والخطوات المتخذة لتطبيق الغيمة المضافة وقد أكد المشاركون على أن الضريبة تترجم الحاجة الملحة لحكومات دول مجلس التعاون إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويلة هذه الضريبة في الأساس تستهدف استحصالها من قبل المستهلك الأخير للمنفع أو البضاعة وهو الزبون ولكن يتم تحصيلها من قبل التاجر أو البائع الذي يتعهد للجهات المختصة بتحصيل الضرائف بتوريد هذه الضريبة إلى خزانة الدولة الأمر الآخر الذي يهمني أنا كرجل أعمال أن يتم ضمان وجود نظام محاسبي محكم متبع من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي في الغالب تكون حساباتها ليست دقيقة